ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط بريطانيا ترجح إرسال إيران مزيدا من الطائرات المسيرة إلى روسيا قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد إنه بعد توقف لأسبوعين استخدمت روسيا ما لا يقل عن 71 طائرة كاميكازيل الانتحارية الإيرانية المسيرة ضد أهداف أوكرانية ما يشير إلى أن موسكو تلقت طائرات مسيرة جديدة من إيران لاستخدامها في ضربات ضد أوكرانيا وقال مسؤولون بريطانيون في التحديث اليومي للاستخبارات العسكرية وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية إن أطلاق تلك المسيرات يشير إلى أنه من المرجح أن تكون روسيا قد بدأت في تلقي إمدادات أخرى بأعداد صغيرة من طائرات شاهد المسيرة ويعتقد أن هناك موقعين لإطلاق الطائرات المسيرة الروسية في منطقة بريانسك في الشرقي أوكرانيا ومنطقة كرانسودار في الشرق وعلقت وزارة الدفاع البريطانية هذا يسمح لروسيا بالمرونة في استهداف قطاع كبير في أوكرانيا وخفض وقت التحليق للوصول لأهداف في شمالي أوكرانيا مضيفة من المرجح أيضا أن تكون محاولة أخرى لإرهاق الدفاعات الجوية الأوكرانية وكانت إيران قد زودت روسيا بالمسيرات الانتحارية المعروفة باسم شاهد 136 والتي تحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات تنفجر عندما تصطدم بالهدف واستخدمت روسيا هذه المسيرات لقصف أهداف مختلفة في حربها على أوكرانيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة